نروح لمحطتنا التالية هروح فيها لفن يدوي بيترك بصمة خاصة خلال شهر رمضان الكريم يمكن كلياتنا تعودنا على انه يكون في عنا اطعب البيت خاصة بكل مناسبة وخصوصا بشهر رمضان يمكن بنحاول يكون في عنا فانوس بحاول يكون في عنا شي بيدل على شهر رمضان المبارك اليوم رح نحكي بزينة رمضان بالبيوت وكيف ممكن تنعمل مع مصممة الاعمال اليدوية يارا الطربيشي سعى الصباحك رمضان كريم ونعاد عليك يا يارا وعلى اهلك اكيد اهلا وسهلا فيك يارا يارا خبرنا عنك شوي كيف بلجتي بهال مجال وكيف عرفت انك بتقدري تعملي هالقطع المميزة هل اللي نحكي عنها بعد شوي هو بالبداية كان مجرد موهبك زين زاوية بالبيت اعمل اعادة تدوير لأي شي عنا بالبيت بعدين صرت سلم ادق التفاصيل بحفلات رفقاتي او ارائي بيطل ولقيت مشروع اكشن فاتح دورات تدريبية تنسيق وتزين حفلات سجلت فيه وحصلت على شهادة بتقدير ممتاز وبالنشط مشروعي صارت تنسي تدخل لك البيت حلو طيب يارا خلينا نحكي شوي يمكن هلا عم شرح نشوف مع بعض القطع اللي بتعمليها نحكي عن المواد اللي بتستخدميها وشو التفاصيل اكتر عن الشغلات هلا المواد اللي بستخدمها هي المواد اللي كتير بسيطة مثل ورع الايفا مثل الكرتون يعني شغلات كتير موجودة بسيطة بكل بيت ممكن نحنا نعيد تدويرة ونعمل منا هالشغلات الحلوة نعم يعني فيه الوان معينة وفيه ممكن اللامة هذا يبصم إليك ما كتير منشوف هاي الكمان البصمات يعني عم تعملي اللون الفضي والذهبي وفيهون اللامة او البراق مكمم هلا أنا بحب زي انو الزاوية تكون كلها يعتها روح وحدة لذلك بستخدم الالوان يلي خرجوا تلائم زيكور تبع البيت عنا بستخدم الالوان انو تكون تناسب كل البيت وكل زاوية يعني كمان نعم نشوف اشكال متنوعة هلأ هدول بيتلزقوا ولا مثلا ممكن يتعلقوا مثل ما شاكين في زينة معلقة شو اللي شكل النهائي ممكن يكون الى هلا احنا ممكن نلزقهم بالسيليكون او ممكن نشتري من هذا الورق يكون هو لاصغ وممكن احنا نعلقهم بشريطة في منهم يعني بيجير بيتلزق فورا طب كيف تختار الالوان اذا حدا بده مثلا يوصيكي على شي معين بتنصحي انو يستخدم هاي الالوان عندك بصمة معينة يعني هلا عم نشوف مثل ما قلنا انو كله فيهم لمعة هادا قليل ما نشوفه كمان هاي بصمة يليك تعتبر هاي هلا احب الزينة اللي ساوية تكون مميزة عن اللي موجودة بالسوق وبحب انو استخدم هادول الالوان اللي بتناسب باي زاوية من الحط فيها كمان في هلا قبل ما نشوف نشوف السلة هاي شو هلا هادا برين ممكن نحنا نعمل منو هادول الزبازي من ايا زنزية عنا بالبيت ممكن نعيد تدويرها ونعملها بهالطريقة الفرنية هاي لحتى نحط فيها تثالي رمضان او التمر او السوكولات فينا تشوفيها على الهوى بس نترجي جزء صغير مننا هيا نفسه خلينا نقول الصحن اللي بيكون اقزاز هلا هذا اي صحن موجود بالبيت عنا ممكن نحنا نلف عليه هذا بالسيليكون وبالي اكتسوار موجود عنا منقدر نزينه نزينه بالبيت يعني ممكن قطع قديمة نستخدمان زين فيها الشكل طيب خلينا نحكي شوي كمان عن الاشياء التانية اللي بتعمليها يعني انت مو بس بتعملي زينة برمضان حتى بمناسبات تانية ممكن تعملي لعياد ميلاد ممكن تعملي لمناسبات خاصة نحكي شوي كمان عن شغلات هلا أنا بعمل للولادات بعمل لعياد الميلاد بعمل للعمادات بعمل تزين الشموع اي مناسبة تزين مشافي ممكن انه انا دخل بصمتي فيها واعمل زينة مو موجودة بالسوق كلها تنفيذ ايدي ده بياخد معك وقت الشغل يعني ان كان مثل هدول الزينة تبع رمضان او حتى تبع الزبادي تسالي رمضان ده بياخدوا معك وقت هدولة باعتبار انه انا اخدت ايدي على الموضوع يعني ممكن عاشر دقائق عاشر دقائق انت انا بدي سنة لعبن اما ستة البيت يعني ممكن انه طوقة تشتغل هي اولادة في يوم يتسلوا فيه وممكن ياخدوا معها نصاعة صار في عندك اوالب جاهزة بتشتغلي عليها يعني مسلا ممكن رسمة بكوني راسمتية مجهزتية فورا بس تشتغلي حفر مثل ما بيقولوا او قص على قالب جاهز هلا بالبداية كان القص بمشرات او قص عادي بعدين صار عندي قالة القص ليزر برسم التصميم اللي بديها وفورا بتخدموا عن القص طب انت درستي هذا الشي بمشروع اكشن كيف عم تروجي للقطع اللي انت عم تشتغليها واذا مثلا عملتي فكرة معينة وغريبة شوي كيف هيك بتحاولي انك تسوقية مثل ما بيقولوا هلا انا عندي صفحة الفيسبوك عندي مجموعة اسماية روشة بنزل عليها كل شغلي وبعمل عليها الدعاية اي حفلة بعملها او اي مناسبة بنزل الصور وبصير عندي انا دعاية يعني يمكن اليوم كتير مهم وضروري كل صبية تبلش تلاقي مشروع خاص الى تبلش تدور على شي تتميز فيه الى جانب دراستها خلينا نحكي قديش هذا الشيء عطاك يدفع يمكن اليوم انت صرتي منتجة عم صار كمان اسمك موجود عم تلاقي صدا هيك من الناس وعقبول قدي هذا الشيء مهم بنسبة اليك هلا هو هذا الشيء كتير مهم ضروري انه كل صبية يكون عندها الى طابع الخاص الى اسم الخاص الى شغلة الى كيانة يعني انا بنصح كل صبية تشوف شو الموهبة اللي هي موجودة جواتها تنميها تكبرها لحتى تقدر انه توصل لشيء معين بالحياة ويكون الى اسمها طيب يارا شو اكتر هيك شغلة انت عملتية او فكرة عملتية وكتير حساتية انه انه خلص هاي يعني بدت تكون بالطابع يعني خلص على اسم يارا انه ما حدا عمل مثلك شو هي القطعة اللي انت فعلا حساتي انك عملتية هيكة متل ما بيقولوا من قلبه رب وتعبت فيها بشكل كتير غريب ومن افكارك انت هلا هدول الزبادي هنا نفريدين يعني مو موجودين بس انا ابتكرت هاي الفكرة لحتى نعملهم لتزافة حتى ممكن نعمل منهم هدول نفسهم صانية لرمضان نحط فيها المعمول نحط فيها الحلويات بقى حساتي انه هيكة انطبعت باسم يعني انه كفكرتي تعلمت انا بالمشروع وما موجودة ابدا بالسوق كتير حبيت عنا فكرة مميزة وكتير كتير انا بتشكر مشروع اكشن واللي كانوا قائمين عليه على هالدورات التدريبية يلي وصلوني لهالمرحلة اكيد يعني يمكن كل حدا بيشتغل بمجال التزيين اليدوي او الهاند ميد مثل ما بنقول بيحاول يدور على خط له مميز سواء مثلا بالمناسبات الخاصة او الشي اللي بينطلب فيه لحتى الناس لما تطلع تقول هذا شغل يعرى او هذا شغل حدا معين مثلا صار معروف انه هذا الشي بيميزه اليوم يعرى مثلا بمجال التزيين سواء بالمناسبات الخاصة مثلا تزيين للاطفال او حتى للأعراس ليس شو الشي اللي بتحاولي الدخلي يكون مختلف عن غيرك ما يكون موجود بالسوق ومطروق فقط انتي متل ما بيقوله اشتغل جماثي وجمنطي و 8 إلي تشكيل هلا هو انا بحاول افتكر الشغلات مو موجودة بالسوقUN twenties ان تكون الى بصمتي ايطاب عليهم مايو يروح ويلاؤو ان تذاres لا أحد يستطيع عملها. مثل البوالين أعمل موديلات جديدة. ممكن أن أعمل شغلات بالزينة مثل قطع بربتوزات أو لهاية أو ببريونة. يشغل إيدي وضعهم بمناسبات الولادة. يعني هنو هنو ما بقدروا يشترونه من السؤول أنه هي مطبوعين بإسمي. أنو أنا أفتكرتهم. أنت دائمًا في أفكار جديدة وألوان جديدة بالدخلية يمكن. يعني أمك أكثر شي مبسوطة عليك. هل هي عم تصورك ومعنا من أجلها. تحية. تحية هي وأهلي لأنهم متوقفوا. أنت بالبيت أدام ببللت جديدة بالبصاص؟ أكيد ببلللهم حتى زين ديكورات كل فترة بغير بالديكورة عندنا بالبيت. بحب أعمل أنه كل زاوية خاصة إلى روحها وإلى ألوانها وإلى زينتها. الفكري تطوري هذا المشروع أكثر يعني خلينا نقول سير عندك من نصة للبيع. مثلا ممكن تعملي شي يكون دائمًا موجود في زينة يدوية لأي حدا بدو. ولا هلأ لا بس مقتصرين على صفحة الفيسبوك والتواصي. هلأ أكيد أنا بحب أن يطور من نفسي وأنه مشروعي كبير أكثر. بس هلأ حاليا أنه أنا عم أشتغل بشغلات أنه أي زينة أنا أعملها تكون موجودة بس أنا لأنه عملتها. مو أنه موجودة بالثوق أو أنا بعتها ويقدر أي حدا يزين فيها. يعني عم أترك أنه طابعي بالمكان الذي أنا زينت فيه أنه أنا كله هذا الشغل اللي أنا عملته. طيب يعني فيه مكان هلأ كثير عم نشوف صبايا وسيدات عم يشتركوا كمان ببازارات لتسويق منتجاتهم. وفعلا عم بكون إلى ممكن شي كتير هيك صدى عند العالم بأسعار حلوة. هل فكرت أنك تشتركي بهيك بازار؟ أكيد هلأ هو هاي الفكرة قائمة بس لست ما عملتها. يعني بس لحتى تصير عندي مزموعة كتير كبيرة أكتر ممكن أنه أنا أدخل ببازار. ولأنه بحب أنه زينت تدخل كل بيت بأعتبار أنه أسعاره بتناسب الجميع. أكيد يعني كمان كل حدا بحاول يدور على التطوير بالشي اللي عم يشتغله. يعني اليوم مجال اليدوي ما بيوقف عند موديل معين. أكيد أنت عم تحاولي تتدربي أو تشوفي نمازج مختلفة من الشغل اليدوي لطوري شغلك عليها. يمكن بلجتي بهي الفكرة خلينا نقول هلأ عم تتدربي أو عم تحاولي تطوري نفسك لتوصلي لتشتغلي بقطع مختلفة عن هذا الشي النوع اللي عم تشتغلي عليه حاليا؟ أكيد هو الواحد بيحب يجد يطور من نفسه ويشوف أكتر يشوفي أفكار جديدة. يرجع يحاولي تطبقه ما أنه يثبت عن نمط معين وخلص أنه يضل يتابع فيه. لازم يضل عم يطور من نفسه ولازم يضل عم يتكبر من أفكاره. أكيد طيب الناس لما عم تشوف شغلك و عم تتوصي وتاخد القطعة شو عم تكون هكي ردود الأفعال والصدى القطعة عملية عم تكون عم تضينا عندهم عم يحبوا الشغل؟ أكيد هلا هو أنا هذا يلي وستني حب الناس يعني قدرت أكبر قدروا أنه لما أنا عمل لهم ذيني يحبوا يصيروا يضلوا علي أكتر من هكي أنا كبرت. أكيد يعني يارا اليوم هيك نحنا مستوطين أنه أنت معنا نحنا دائما بنحاول بصباحنا غير يكون معنا شباب موهوب قدر يعمل بصمة مختلفة. خلينا نقول اليوم بلشتي بشغل اليدوي هل في شي تاني حابة خلينا نقول تدخلي فيه بمجال موهوبتك ممكن هذا الشي نما عندك موهوبة الرسم نما عندك أفكار تانية؟ أكيد هلا أنا بحب أرسم بحب أنه ساوي قطع أنه أنا أرسمها نفذها قصة زببتها حط له شوية أكتسوار بسيط يعني أنه أكيد بدأ موهوبة ما ما وقفت أنه بس عن الإعادة التدوير والتزين. يما أنه صبية ممكن تدخلي تعني أكتسوارات بيختار عبالك تعملي هيك شي؟ ممكن بعمل هيك أكتسوارات. أغلبي بيشتغلوا زيني بالعيوم بيشتغلوا كمان أكتسوارات يا دويلة معهم. أكتسوارات اللي ممكن حتى على باب مشفى مثل فطان صغير نكتب عليه اسم البابي. كثير هادول القصص بحب أنه طور منه وأنه شوف شوفي أفكار جديدة يرجع ثاويون. نعم وأكيد يمكن هلأ سلمع مواقع التواصل الاشتماعي صار فيه كثير يمكن فيديوهات لتعليم تدوير الأشياء. هذا شيء كثير عم شجع عليه بسوريا خاصة أنه حتى راعي أول شيء ما الحالة الاقتصادية لكل بيت. ثاني شيء أنه نبدع من القصص التقيلة واللي كانت موجودة عنا. ما نكبه ببساطة إلا ذكره بيكون نجملها بشيء تاني. فهل عم تشوفني الفيديوهات أو بتفكري تعملي إليك فيديوهات تعلمي العالم؟ أكيد لس لا ممكن أعمل قناة على اليوتوب وبلش أنه أعمل خطوات أي شيء لحتى يقدر أي بيت يقدر يساوي منقطع الموجودة عنده وكيف أنه يقدر يزاين ذاوي عنده إذا كما بيقدر أنه يجيب حدا يزاين له. مبتل يعني يمكن يارا هذا الشيء كمان بيخلي كمان بيغير نفسيات الشخص. كان أنت يكوني خجولة شوي بالواقع بعد ما مثلا دخلتي بهذا المجال وصرتي شاركي بدورات تدريبية. كان حتى هذا الشيء غير نفسيتك. فلين نحكي قدي أثر عليك هذا الشغل؟ أكثر غير لي من شخصتي يعني أنه كد أنا شخصتي بنت عادية عفوية. هلأ لأ بحس شخصتي قوية أكثر صار عندي إلاقات بالمجتمع. صرت قدر أنه يعني أنه واجه أي صعوبات بتمرق علي بالحياة. ما عادت مثل أول. طيب يارا نحن نجد لوجودك معنا أكيد. لكن شو بتقولي لكل صبية اليوم يمكن عندها موهبة خجولة شوي. أو ما كثير عم تطورة لموهبتك من خلال تجربتك. من خلال أنك أصريتي تفوتي على معهد وتأخذي شهادة. وطورتي خبرتك العملية واشتغلتي قطاع. شو بتحب تقولي لكل صبية اليوم؟ أنه ما توقفي موهبتك. حاولي أنك أنت التورية. حاولي أنك أنت تفوتي لمجال اللي أنت بتحبيه. حاولي أنك أنت تصيري شيء بالمجتمع. ما تكوني واقفة بالمكان اللي أنت فيه. نعم. يعني بدنا نتشكرك يايرا على وجودك معنا. وإن شاء الله هيك يا رب نتمنى لك التوفيق دائماً بكل شيء عم تعملي. شكراً إليك. شكراً لكم على الاستضافة ورمضان كريم على الجميع. عليك.